ينضم لي الوستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب وبالتأكيد الصحف الكبير برضو أهلا بك يا أستاذ مصطفى معانا في مصر في شمال شايف زي الأزمة الغايد دلوقتي يفن ما بين مجلس النقابة ومن يؤيده وما بين الطرف الآخر اللي بيكلم عنه الوستاذ أحمد ناجي أمحى واللي بيدعو لانتخابات مجددة أو انتخابات جديدة لمجلس النقابة الحقيقة طرق موقف جديد اليوم في لقاء ليه في البرنامج مع كدين الاتنين اللي دخل اللي كانوا في إحراسة نقابة طعفيين وليد السيد وحمد حسين أثناء دخول قوات الأمن قالوا رواية مختلفة تماما وقالوا أن هناك ضغوط مورست عليهم من زملاء في النقابة بهدف أرغامهم على القول بأنه جرى كسر الباب وجرى اقتحام النقابة وجرى ضربهم وأحدهم يعني ضرب في عينيه وقال إن ده ما حصلش جملة متفصيلا لكن خدونا وأرغمونا على إن نحن نمضي على هذا الكلام وده يعني بلاغ أحنا بنبلغه لل الاتنين الحقيقة اتفقوا بها زي رواية والاتنين قالوا ما خدتش أكتر من سبع إلى تسع أفراد والمسألة ما خدتش أكتر من ثلاث دقائق إلى خمس دقائق وإنه ما حصلش لتفتيش ولا أي حاجة دخلوا بالفعل وقالوا كسين فلان وفلان وخدوهم وطلعوا على طول هذه هي الرواية اللي قالوها الاتنين الحراسة من أردى في لقاء معي ودي تنوي للقضية في مرحلة جديدة وتؤكد إن احنا كنا أمام عملية تدليس وتزوير ومحاولة للفتنة في أوساط الصحفين بين وزارة الداخلية وبين أوساط الصحفين يعني بالشكل ده أنت مش شايف أنه هو اقتحامي يا أستاذ مصطفى لا ليس المحامل عن الإطلاق هذا التنفيذ لقرارة نيابة العامة والطريقة اللي قالوا بيها الزملاء تؤكد سوء النية للمسؤولين عن إدارة الأزمة الحية طيب اسمح لي عودة تانية مرة تانية للأستاذ كارم محمود أستاذ كارم اشتركوا في القناة